اهلا بكم في فيديو جديد من مراجعة في السريعة واللي بتقدم على قناة يوسف الشبراوي قبل ما نبدأ الفيديو ما تمساش رعبنا بلايك ولو انت مشترك في القناة اشترك عشان يصلك دايما كل فيديوهاتنا اول باول. زي ما احنا عارفين واللي متابع قناتنا عارف ان من شركة دل دايما في مئات سبعة وعشرين بوصة الشركة بتحاول تبدأ فيها وبتحاول تحط فيها احدث التخنيات اللي هي وسط لها وافضل المداخل وعشان توصل لافضل صورة تقدر تنافس بها الشركات التانية. طبعا الشركة دل عاملة فئات تانية كثيرة لكن تركيزها الاكبر انها تحط اخر التخنيات بتاعتها واقوى حاجة عندها في فئة من شركة دل. ونهاردة هنراجع موديل محترم جدا من فئة ممكن تلاقي جدا في السوق الاستراض بسعر كويس جدا ان احنا عارفين فئة كشخص مصري انت بتقدرش تشتريها جديدة لان اصارها بتعدي جدا بتعدي التلاتين الف ولا اربعين الف جنيه فطبعا احنا بنرجحها على اساس انك لما تلاقيها في السوق الاستراض تليها مسلا بقل من ربع التمن مسلا او على القل بربع التمن فتقدر انك انت تشتريها ببساطة جدا. وقولك في الاخر سعرها في السوق الاستراض عامل كام? وقولك ليه انا برجحها لان انا متوقع انها بشكل كبير جدا انت بجولة السوق الاستراض الفترة الجاية. الموديل اللي هنراجع النهاردة من فئة الالترا شارب دل يو سبعة وعشرين عشرين كيو. مبدئين كده بالنسبة لتصميم الشاشة اعتقد اللي امتابع قناتنا خلاص. الف المنهج اللي مشي عليه شركة دل في اخر الموديلات لحد عشرين واحد وعشرين ان هي بتعمل الشاشة من قدام زيرو فريم ملهاش اي فريم من قدام. وبتحط حتى الحروف بتاعت الشارب بتاعتها على الشاشة ذات نفسها. الظهر بتاعها لونر ماضي مع الاعدة المتال المعدن اللي معمولة عليها علامة دل. الظهر طبعا خاماته بريميوم. الشاشة كلها خاماتها بريميوم. والقاعدة متصنعة من المعدن. قاعدة هنا متحركة تقدر تنزل الشاشة او تطلحها تليف ايمين او شمال. او تقفها بزاوية تسعين درجة. الشكل الخارجي الكاليلنا عليه كتير لان زي ما قلت لكم قبل كده ان شارك الدل في الشكل الخارجي اعتبر مش بتبدأ او بتغير في الشكل كتير. لا هي اعتبر شكلها موحد شوية. فبش عايز اتكلم عليه كتير واضيع فيه وقت انه يعتبر شكله نفس كل الاشكال اللي رجعناها قبل كده فبش هنضيف هنا اي حاجة زيادة. اللي هنضيفه بقى هنا هو البنل بتاع الشاشة. شاشة هنا بتيجي بوصفات محترمة جدا في البنل. اولا الشاشة هنا بتيجي ببنل اي بي اس بتيجي باس ار جي بي تسعة وتسعين في المية وادوب ار جي بي تسعة وتمانين في المية. طبعا ارقام ممتازة جدا والشاشة هنا بتيجي بعمق الوان عشرة بيت يعني فيها واحد وسبعة من عشرة بليون لون. طبعا كل دعم الالوان ده بيهيئة للشخص اللي قاد عليها ان يشوف افضل درجة الوان ممكنة. شاشة هنا بتيجي تلات تلاف تمنمية واربعين في الفين مية وستين. وطبعا انت مش محتاج اكتر من كده على مقاس السبعة وعشرين بوصة. بل بالعكس احنا بنقول ان كمان يعتبر ممتاز جدا بالنسبة للمقاس ذا. فانك تبيواخد واعتبر كده انت اواخد افضل حاجة فعلا موجودة في مقاس السبعة وعشرين بوصة. نيجي بقى الحاجات الجديدة. الشاشة دي بتيجي بمعدل تلتمية وخمسين او تلتمية وخمسين او شمعة لكل متر مربع. حاجة عادية. يعني فيش شك كتير سبعة وعشرين بتيجي بنفس معدل برايتنس ده. وما لايه بقى المميز في الشاشة دي? المميز في الشاشة دي انها فيها ميزة او سطوع الظروة. ايه هو بقى او سطوع الظروة? ده عن طريق تفعيل الميزة دي في الشاشة تقدر انك انت توصل معدل بتاع الشاشة من تلتمية وخمسين لربعمية وخمسين طبعا ده رقم خرافي مفيش ولا شاشة في الدنيا. يعني طبعا قبل التقنية دي طبعا دي تقنية لسه هكلمك عليك كمان شوية لكن ما فيش شاشة بتيجي اصلا بمعادل ربعمية وخمسين نتس شاشة مفيش حاجة او شركة مجنونة تامن حاجة زي كده. ليه بقى الموضوع ده? الشركة مثلا ليه بيش عاملة ربعمية وخمسين نتس يعني حاجة كده موجودة في الشاشة دايما. ليه عاملة او انك انت دي ميزة بتفعلها. لان لما انت بتفعل ربعمية وخمسين نتس على الشاشة فالشاشة بتفتهلك طاقة كبيرة جدا مع ان طاقة الزيادة دي اللي هتفتهلكها تؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الجوردة جوا الشاشة. فالشركة ما تقدرش تعمل الميزة دي ان هي ميزة مطلقة او ميزة موجودة دايما ان حد يقدر شغالها على ربعمية وخمسين نتس. لان فعلا الشاشة ممكن تتحرك بسبب معدل الافتهلاك ومعدل الاضاءة العالي اللي موجود فيها بخاصة انهم بيحاولوا يخلوها الترا سلموا وبيقللوا جدا فتحات التهوية فالموضوع دا كله ممكن يأثر على الشاشة. هنا هو موضوع تقدر تفعله لكن ما تقدرش تستخدمه دايما. تقدر تفعله مسلا لمدة عشر دقيق او ربع ساعة. وميزة دا ان هو بيقدر مسلا الناس اللي بتعمل المونتاج على حاجة ليلية او بتعمل ايدت على صور ليلية او بزات التصوير السينمائي في الاماكن الليلية هنا بيعلم معدل اضاءة بشكل كبير جدا بحيث انك انت ما تحسش مسلا ان في او انك انت بتشايف حاجة بسبب مسلا ان الاضاءة مش قوية. فهي ميزة قوية جدا لكن لازم تبقى عمل في حسابك انك انت او انت تستخدمها دي بش حاجة موجودة دايما دي بتفتحه انك انت بتحتاج تتعدل على حاجة بسرعة ليلية وبيتقفل تاني لان الشاشة زي ما وانا معدل بتاعها تلتمائة وخمسين. لكن فكرة معدل سطوع الزروة دا في ناس كتيرة جدا بتحتاجه وهيفيد ناس كتيرة جدا لكن زي ما احنا فاهمتوكم كده حددت تقنيات الشركة متقدرش انها تفعله شكل دايم فهي عاملها زي معدل ان هو بيوصل لدرجة معينة لكن بش حاجة موجودة دايم. ودي حاجة بصراحة بتميز الموديل ده عن اي موديل تاني ممكن تلاقيه في السوق من الميزة دي انا ما شفتاش بالصراحة في اي موديل تاني فهتبقى نقطة ايجاب كبيرة جدا للشركة. الشاشة هنا تيجي بمعدل تحديد ستين هرتفز وصرعة استجابة من خمسة لتمانية ميلي وطبعا مش هايز اتكلم عن نقطة دي كتير لان احنا زي ما عارفين شاشة دي بيش موجهها خالص فقية الالتشار بيش موجهها خالص للناس ايه موجهة لناس بتوع الناس اللي هي شغالة كلها في النقطة دي بنسبة الزرار التحكم في الشاشة الزرار امامية عادية جدا فيها المينيو بتاع دي اللي هو العادي اللي احنا عارفينه وراجعنا قبل كده كذا مرر فمش هايز اكتر فيه في الكلام لكن هو مينيو محترم جدا وتلاقي في كل اللي انت محتاجه بنسبة بقى المداخل الموجودة في الشاشة الشاشة دي فيها مدخل فيها مدخل ومدخل ومدخل وفيها التلات مداخل من نوع ومدخل طب هي كده يا يوسف فيها اتنين في واحد منهم يعني تقدر توصل منه لو معك لابتوب او معك ماك في تقدر تنقل منه صورة لما التاني ده بيستخدم عشان توصل مثلا فلاشة بمخرج تايب سي تنقل عليها حاجة او كده يعني مش موصل لدعم الصورة اللي هو بيقدر يشحن تسعين واط يعني ودي حاجة طبعا روعة جدا انك لو معك جهاز او حاجة عايز تشحنه منه بخدرة تسعين واط ودي حاجة بصراحة الشاشات بتبدأ فيها في الفترة الاخيرة لان فيه اصلا الناس بتشتري موبايلات بيجي مسلا مع راس الشاحن بسلا موبايل ممكن يكون بيدعم مسلا خمسة واربين واط وبتالي راس الشاحن خمستاشر واط فتقدر تشحن موبايلك من الشاشة بكل سهولة جدا والشاشة بتتقدم لك تسعين واط يعتبر من اعلى معدلات الشاحن بالنسبة اليو اس بي تايب سي تاني هو بيشحن بخدرة خمستاشر واط لكن زي ما قلنا كده هو يعتبر يو اس بي اضافي يعني مش حاجة اساسية بنعتمد عليها لكن برضو هتظل حاجة كويسة تخيل كنت بتشحن موبايلين مثلا موبايل بيشحن بتسعين واط موبايل تاني بيشحن بخمستاشر واط اكيد حاجة بشوحشة ابدا. الشاشة دي بدأ انتاجها يا جماعة سنة الفين واحد وعشرين وانتهى انتاجها في الفين تلاتة وعشرين اللي هو السنة دي لان نفل الموديل الاحدث من ها الدل اليو سبعة وعشرين تلاتة وعشرين كيو فطبعا ده اللي بخلينا راجع الشاشة لان ما ده موديل تاني نفل احدث من الموديل ده ففي ناس كتير جدا من برا بيحبوا لهم يحدثوا الشاشة وبالتالي ممكن نشوفها بشكل كبير جدا في سوق الاسترات مع العلم ان انا على فكرة شفتها عند موردين وشفتها نفزت قبل كده من حوالي كام شهر كده لكن انا بتكلم انها تبقى متوقفة بشكل جدير جدا في السوق وانك تعرف تلاقيها وتشتريها ان شاء الله في فترة الجاية هتبقى منتشرة جدا. فارج الشاشة كام? انا فهي ما فهمتك بسعرها في جديد غالي جدا. فكده كده بيش برجحها عشان ما حدش هعمر هيروح يشتريها جديدة. عشان كده حتى ما راجعتش احدث الموديلات منها انه ما راجعتش مثلا اليو سبعة وعشرين تلاتة وعشرين انها انت كشخص مصري وخصوصا انها انت بتتعامل بالجنيه المصري. فطبعا تكلفة الشرط دي هتبقى عالية جدا وخصوصا انها موجهة اصلا لامريكا وموجهة لدول الاوروبية بالدولار. فعشان كده ما برجحش لشيك جديدة لانه ما حدش اصلا هيبقى انت الراس في دين هو يشتريها لانها بتبقى غالية جدا. سوق الافتراط بيقدم لك الحاجة دي ميزة فيه بسعر رخيص جدا عن فعرها الجنيه. شاشة دي فعرها جديد بتتقدم باتنين وتلاتين الف جنيه. طبعا وقت ما نزلت. انما انت لو شاريتها من سوق للصورات ممكن تشتريها من خمس لست الاف جنيه. وطبعا دي اه قيمة مقابل فعر عالية جدا. وفي كده انا بحب راجع لكم الشاشات الفترة الاخيرة اللي ممكن تتواجد في سوق بشكل قريب حتى بشي لازم تكون متواجدة. عشان تبنت عندك فكرة عنها ومجرد ما تشوفها تبنت خلاصا عارف الموديل ده اعرف كل مميزات وعارف ان هو هيقدمني حاجة كويسة فبالتالي لو شفت فعل ان هو كويس بالنسبة لك فتشتريه على طول. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم ما كونش طولت عليكم. كان معكم يوسف الشبراوي. السلام عليكم وبركاته.